اشتركوا في القناة شيفرولي ماليبو 2016 كما انخفض ارتفاع السيارة عن الارض بمقدار 25 مليمتر تقريبا وزاد طولها بمقدار 68 مليمتر وعلى الرغم من ذلك قل وزن السيارة الجديدة بمقدار 113 كيلو جرام وتمتلك شيفرولي كروز 2016 محركا ربعي الاستوانات سعة 1.4 لتر مع شاحن تيربو ليولد قوة 153 حصان و 240 نيوتر من عزم الدوران ويتصل المحرك بصندوق تروس او جير يدوي من ست سرعات او اوتوماتيكي من ست سرعات ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كيلو متر اما داخلية شيفرولي كروز 2016 فزودت بشاشة جديدة تعمل باللمس قياس 7 انش بشكل اساسي او 8 انش اختيارية وزودت الشاشة بنظام يعمل على تشغيل كل من تطبيق كار بلاي المقدم من ابل او تطبيق اندرويد اوتو المقدم من جوجل وسيتم مصنع الجيل الثاني من شيفرولي كروز في مصنع شركة جنرال موتورز بولاية اوهايو الامريكية وستتوفر للبيع في الاسواق العالمية خلال العام القادم ان شاء الله